بعيداً عن الإحصائيات والأرقام قمنا بجولة على أحد المتاجر واستطلعنا أراء الناس حول الفارق الكبير بين مداخلهم ومصاريفهم كتير، كتير إذا بدي أحسب قدك أن تقبض على الدولار هلأ كتير أكيد ما فيك تحسب هيك يعني شو ما عطوك الشركة اللي بنشتغل فيها رحنا ما حتكفيك يعني عم تدفع أجار طريق يعني أنا بروح أجار طريق راح أرجع عندي 30 ألف أحسبهم بالشهر قداش بيطلعوا عندك اشتراك كهرباء، عندك المولد، الماء، اشتراك البنية كل شيء كل شيء يعني ما بيقدوك يعني إلا حنوصل لمرحلة نقبض 20 مليون 25 مليون ولا بيعملوا شيء وما حيعملوا شيء إلا حنوصل لأ يعني يعني هلأ من إحنا من نقبض راطب 4-5 مليون وما عم يعملوا شيء صدقني ما عم يعملوا شيء وما عم نجيب يعني إذا بدي تروح هلأ جيت تروقت أنا بس زعتر تفعت 10 تلك بشو صافني؟ بالأسعار ملاقي الأسعار كتير طبيعية على الغلال بالبلد دي فرق مصروفك ومدخولك عن قبل عندك مرات عندك بنزين هلأ عم حطش 600 ألف وعند مطور مبارح يجي 850 ألف وكهرباء يعني في عندك تقريبا شيء منونين ليرة بالشهر بتحطون يعني هلأ مصروف ثلاث أشخاص 10 مليون بشهر لحتى يأكل ويشرب ما يعمل شيء ما يتخرب بالراد، ما يتخرب غسالة، ما يتخرب شيء عنده بالبيت مصروفك قدي فارق؟ مصروف في فارق شيء 10 مرات، 15 عشر مرة دابل يالكون كنا نعطهم بلاوا المسر، وهناك هل في كتير إشياء مستغنائة عن الصدنا بعدك مدخولك يا وزيتوا؟ ما في مدخول لاشتر بيعطوكم اللبانك مصاريع، ما سريتك بالبنيك بيعطوكم إليه كنا ناخد 20 ألف، وجعلく ناخد 100 ألف 150 ألف ويال saat بادك تجيبي شيء كاذي لريفيقك، رفيقتي؟ أه، انك مليون أو 500 ألف ماينا sets كل المعادلات الحسابية لم تعد تنفع فسعر صرف الدولار يتغير من ساعة إلى أخرى ووحدهم أبناء الزعماء ينعمون على حساب جوع الناس